حقلت كلمة كبيرة أنه بآخر سنة يعني السنة بتلعب باسكت بيسألوني أنه عم تشتاق تلعب ما عم فكر إذا بلعب إذا أنت ما عشتيا كتير صعب تحس فيها أنا مباركي ما عطيت اللعبة قد ما كل لازم أعطيها بحب ظلني عم بعمل شي أنا بحبه دا كان يزل ناس ممنوع تحكي كلمة أو هيدا والله أنت زكي أنك عم تعمل هيك بحس المومت أحلى مومت is in the future رح أتحشر عن أخبار خاصة فيكم كمان بس مع رباكتا هذه كانت بكيت كتير وقتها هاي هاي جوري كيف كنت؟ صباح هلأ رح بلش مع رودريك لأنه هو أكبر منك لازم بلش مع الكوتش مع الكوتش آه عنجد هلأ هيك صرت العلاقة بينتكم رودريك أنتو عائلة عجد تحبوا كلكم الباسكت حتى أهلكم أنا بشوفهم من زمان بالملاعب طلع لهم ثلاثة ولاتتهم بيلعبوا باسكت من وين إجا كل هالحب للاعبة كرة السلة؟ آه بعتقد السيقبة نحنا وصغار ساكنين نفس البناية العائلة مع الكازنس تبعنا كانوا يلعبوا باسكت وكانوا أكبر مننا وينعني شيء كنت؟ بيعوقر بيعوقر هيك صارت يعني وجرت بس أنه مثلا رالف صار يحب الباسكت من وراك هيك جرت أنه أنت بعدين رالف بعدين أكيد هو الأشياء بأسره يعني وتكون البات وخيك الكبير عم بيلعب تتأسر فيه ولنفس الشيء لاربكة بتشوف أخويته عم بيلعب وكمان كله بجر يعني بس هلأ في موهبة هيدا ما بـ ايه هيدا ما بعرف وكنا نلعب كتير أنا خالي كان يلعب وما معرف تلعب باسكت صباح لعب لا صباح ايه بس أصدق أنه حلو كيف عن جتلة تتكن كتير شيء حلو وربكة وبحس واحد أنه بتزيد الموهبة لأنه بتصير تلعبي بلا متفكري عزغر ونحنا قراب بالعمر على بعض سو كنا كتير نلعب مع بعض وسأبنا شانفيل وبوقته كمان على عمرنا نحنا شانفيل كتير هتموا بالباسكت فوق دابو شقرا باتريك سابا توني كار يعني كوتشي كتير مناح مرنونا بالمدرسة سو قدرنا نستفيد كتير وهيك صارت بس إذا بتسألينا من نحنا وصغار إنه كنا نفكر إنه نطلع لعيبة باسكت بقلك لا يعني أنا وصغير مش كتير صغير حتى على 10-11-12 كنا نقول إنه أوكي عم نلعب تنمبسط تنتسلة بس ولا مرة فكرنا إنه حنصير لعيبة باسكت شو كنت بتحب تكون؟ ما بعرف يعني ما في شي سبيسيفك بس إنه ما فكرت إنه كون لعيبة باسكت على على كبر نحنا كنا شاطرين بالمدرسة يعني رودريق أما أنا كنا الأول بس حتى بالجامعة أنتو أنا بس أنا عاملنا إنجينيرينج أنا عامل إنجينيرينج بالأيوبية كنا شاطرين كنا يأخذين الباسكت مع الكوتتاء الأكاديميك مع بعض بس تعرف بيفتح بواب وهاكسو هاد دنيا يعني بتوديك بمحلات بس كمان أهلكم ما فينا ما نحكي عنهم يعني أداك هنو حاتكم بكل هيدا المراحل ودعموكم يعني لو ما هن ما بحس كنتو هل قد حطيتوا الموضوع أكيد لك السبورت لأهل كتير مهم يعني أول شي هن أكتر عالم بوقتون يوصلونا على التمرين وهلأ نحنا منشوفها كتير بالأكاديمي ومع الأهل الأهل كتير بيلعبوا دور كبير غير التالنت تبع الولد إذا الأهل بيتابعوه وبدوا أن يخدوه على التمرين ويضحوا كرميله الولد كتير بيتحسن وبيوصل أكتر سوحرام أنا أمني فترك أنا معايت لأ تاكسي أو شطاق دايما يعني أنا ورالف وريبكا لحين ما كبرنا يعني أصلا نحن نروح لواحدنا رالف كانوا يقولوا أنتو صغار مثلا رالف حيطل عملوا أكتر من رودريك أو ريبكا كان في شي حدا كان عليه هيك ضغط نفسه وما زبطت لا ما بتصور أهلنا ما كانوا يروحوا على التمرينات كانوا يروحوا على المتوشة سو كانوا ينبسطوا بالشيء اللي عمنا نعتبروا يعتبروا أكتفيتاوي يروحوا يشوفوا شو عمناهم سو ما كان من ميلتو انو بدت ضغط نصير لعيبة سو أجان انو هي كيف صارت الأمور ونحنا كيف انو كنا مناح بعمرنا خلتنا نوصل بس ما كان في انو هي الضغط من أهلنا بدنا إياكم تصيروا لعيب باسكت بالعاكس ولا مرة كانوا سابورت توصلنا له كنتو كتير اقراب انتو صغار بالبيت رودريك كثير لانو في عادة بيكون في شابان بالبيت أو شابان وبنتو هيك ما بيكونوا كل المشاريعون مع بعض وكل بيكون في عندن أصحاب كل واحد لحاله يعني هلأ عنا أصحابنا كل واحد لواحده بس هلأ وتكبرنا أكتر صاروا أكتر الأصحاب طبعا رودريك أصحابي وأصحابي أصحاب رودريك يعني صرنا كلنا سوا هس ويشارد درسان انترست ميناتنا كتير اقراب لبعض من نحن وصغار يعني القصص المنحبة تنيناتنا منحبة الجو ونفس الشيس ومن هيك وهلأ غير الباسكت كمان الأكاديمي كل الوقت مع بعض هكي أكيد 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 بس نحن وصغار بحس أنه كان سألت لنا قبل رالف أنه كانت مبينة ريبكة أنه أنه رح تقطع عكون رودريك طعب تطلع هيك على الكريار تبعك نقلت منيح إيه؟ شانفيل شانفيل بلو ستارز رياضي أنيبال مضبوط أنيبال زحلة بيبلوس حكمة بيبلوس وبيروت سبع فراء كل كل محل شي وكل محل وكل الفريق إذا بدأ يكفل منه لسبب معين مثلا بلو ستارز بتذكر كنت كتير مبسوط معهم فرت الفريق حتى عن يبال إذا كنت مبسوط رودريك كمان وقتا فلت كمان فرت الفريق حكمة فلت كمان كنت صار كتير مفاكرة مش كلفيك يا رتيك لا بس يجبني عم ضاين خمس سنين لا أكيد 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 كل سنة في مشاكل بيفرق هذه السنة مش حرام دينامو وليدرز كل سنة في خطة يعني مش مخصة كمان صح صح لا بس أنا قيمات حسيتك كتير هذه السنة كنت بأميركا أنا وقبل ما فل أحساب كل شي تمام وبتعرف الحكمة ساردون ثلاث سنين مزبوط مزبوط فقبل ما فل أنا أنه بدي أطمن يا جماعة أنه كل شي أوكي وكل شي منيح هحساب أوكي رجعت أنا من السفر لتراز يمكن سبتمبر لكاتورز أنا كاتورز أول تمرينة لقلي قطع الشي 40 ديئة بالتمرينة عم بسأل ميش ومشير خلي معنا بالفريق إنه شو الواضح هيك قال لي استقليح شو عم بيصير هاي بعضنا واصلين فلا بس هلأ حمد الله هلأ مبروك لقليك ولللجنة الجديدة تحس كل شي منيح هلأ رودريك هيدا النقلة من محل للتاني أكيد ببعض الأحيان ما كنت أنت ما كان الموضوع بإيدك حتى بعرف رياضة أنت كتحابب تبقى رطر بشكل مزبوط مزبوط إذا هيك looking back على كل الكاريار تبعك بتقلي إنه في شي قرار ما كنت باخده أنا إذا كان هو بيتعلق فيك القرار كان غير بمسيرتك بمحل لكن لا بعتقد كل الديسجنز اللي أخدتن كانوا مناحية ولا مرة ولا محل رحت عليه كل محل اللي لعبت فيه كان دايما نقي أنا سباشالي بحس بطريقة لعبة وأنا ورالف طريقة لعبنا قرابة لبعد بس طريقة لعبة حس إنه بدي فريق يكون منيح معي لأنه أنا point guard وبحث معيزني إنه بعرف to run the team والشباب يلعبوا معي بيلعبوا إنه بقدر لايق الفريق مني إذا أنت متهم إنه عطول ما بتروح على فريق إذا ما بده ينافس وما في stability ومثاري إنه بجرب بدك كل شي الباكتش كله كامل لك بلحس إنه إذا عندي هالopportunity إنه أكيد أحسن روح على هيك محل وبفضل روح على محل قوي لأنه أنا ببين أحسن كمان يعني أنا من اللعيب يلي أنا حأخلق وأعمل حط ثلاثين نقطة سو إذا رحت على فريق ما عنده سكوررز ما عنده لعيبة مكملين الفريق ما حقدر أعمل شغلي لأنا هلأ بعمله رفت قصد يسوقي دايما كنت أعمل ديسيجنز طبعي باست على شو بلاقي كان أحسن شي لإليه وبعتقد الحمد لله ديسيجنز كانوا كلهم كلهم مناح يعني رالف بلاشت درجة تانية مش متل رودريك أنا لأ بلاشت أولى أول سنتين رجعت لعبة سنتين بدأ الساقن ديفيجن وربحت السنتين الساقن ديفيجن ورجعت كفات أولى كل الوقت تبنين؟ تبنين أول سنة وصلنا فين الفور وحكمة تاني سنة متحد كمانا لأ بيرجع ساقن ديفيجن سنتين ربحت وقت السنتين وربعات ورجعت كفات بالأولى بين هومانتمن ومتحد بيروت تقلته تنقلته منيح وحكمة وشاوفيل رالف بتحس هلأ هيك أنت وقفت باسكت وكان أرار بعتقد كتير صعب عليك أول شي كيف أخذت هيدا الأرار كل شي قبل الأرار كنت برأس نوة يوقف لعب أنه بعدني كان عمر 32 سنة وبعد باكير وكنت عم بعطي يعني ماني يعني عم بعطي أدماء بلعب بس ستوائشن طبع الأنطونية كانت شوية غريبة لألم لأنه البروجين اللي نعمل كان منه موجود سو إذا بدك أنا أسسته أكيد مع الإدارة بس من الجاية مع رالف ما هيك صح بس ما كان في نادة بوقتك منو منسحبين يعني ما عندو نادة ما بيلعبوا ولا درجة سو خلقنا شي دو زيرو وصلنا لمحالوة تتأهن على الفيرس ديفيجن مع ناس كان عموة 16 وقت أبلاش نصار عموة 18-19 حسيت أنو مسؤوليتي ضلنا معاون سو كان سبب الوحيد هيدا المين هيدا السبب أنو خلت ضلنا معاون بلوس طمع كذب أنو قصة الثلاث أجانب بتحمسك أز كوتش تفوتي بهالشار لأنو بتعرف إنو قادرة تعمل ريزالت رؤيد والبلان اللي محطوط له من هلأ لست سنين هلأ بركة ما حدا بيعرف ما منكون بس إنو على الليلة في فجل على ست سنين مأكدة موجودة في نقطة كتير مهمة عم تحكي عنا رالف قصة لثلاث أجانب حتى رودريك كم دا أسألكون عنا هي كتير إيجابية أكيد بس أدى الكوتش على ضغط بس يكون فيه ثلاث أجانب على أرض الملعب يعني إحنا أنتو بتلعب بواسكت بتعرفوا إنو الأجنب بيجي تاي حط سكار تاي سيفر يطلع له كونترا أهم بغير محال أكيد كونترا أجروا يعني يعني يعلى نفس الضغط بين قصة أنا من نسبة بس ثلاثة بيكون ثلاثتهم يعني ما بعرف حس أوقات إنو شغلة الكوتش بتصير أصحب بمطرح معي يعني كيف تمانج ثلاثة أجانب على أرض الملعب بس حتى تو بلاس ون أصعب برأيي أصعب لأنو عنديك حدا قاعد بره ليك اللحظة هيك ما عم بيلعب تو بلاس ون أصعب أنا بي في بطولة العنطرانيك اللي بديه بالتو بلاس ون هلأ نحن لأنو فرينا كمان منو ريكب هاك صورت إنت بديك تحكي مع اللعيب مين بدو يبلش أوف دي بانج بين الثلاثة أجانب بل تحطوه بالجو وانتا وتبالي له سو أصعب للكوتش يمعوا تو بلاس وون من الكوتش يمعوا تلاتة معروفين هو هنه واللعيب التانيين بيعرفوا انو في هنه باك أبس سو أحيان أنا برأيي أحيان منو أصعب ثلاثة أجانب وانت كمان كنت كوتش فيك تحكي معروفين يعني ثلاثة أجانب على الملعب متل معروف بعتقد انو حمس الكوتشي وقدرين يعملوا ريزالتو وشفناها أنتونية ضد رياضي يعني لو أجنبيان بأجنبيان كتير انو تشانس كتير أوطى انو يقدر يربح الرياضي سو هايدي إذا بدك فيه أدفنتج كتير كبير بالليفل بين الفرق قريب كتير ما في ولا ماتش هيا يعني أكيد حيق طعمتوشي في فرق لأنو بسائب فريق أيام بنايت بفورمس طبعه منو منو منيحة بس إن جانرال ما فيك تفوت على جيم عارفي حاليك حتربحه التوك الوحيد اللي ناغتف برأيي هو على الفرق يلي اللي بيك تيمز يلي جايبين لعيبة كتير لبنانية وإذا انفستد كتير مصاري باللعيبة طبعهم بمطرح ممكن يحسوا انو انفار لقلهم انو سمحوا لغير أندي يجيبوا ثلاثة أجانب وان حطت الرول شوية مأخرة يعني كانوا قرادة هن يركبوا الفرق وهيدا الشي الناجاتف إذا بديك الوحيد على الفرق الكبيرة هلأ هي رودريك فيها القصة كتير دقيقة لأنو الاتحاد حط الرول كان بعد إله حق يحطه لأنهو متخطى الدات صح صح وأمام طال فرق استعجلوا بتعرف بدون اللعيبة واللسة اي وهيك صح صح كتير قراب الداونسايد الوحيد هو للبك تيمز اللي كانوا قرادة يمضوا لعيبة ويشتغلوا قبل بوقت أجتون هيدا و بس بردو هول البك تيمز كانوا لحيرقبوا نفس التركيبة إيه إيه ما أبدا ulue ستبدأ لبنانية باطلي الآن نشوف كيف هتخلص البطولة فاريق ثلاث أجانب ربح على فاريق أجنبيين بـ 1 حق يشكه كتير مهم لستابلتي رالف قدام نشوف فرق طلوا على الدرجة الاولى كبوا كل المساري فرط الفريق ديون مشاكل ادا هيدا الشي بأسر على اداء اللعيبة يعني بتذكر رودريك وقت رحت على الحكمة بتتذكر هيدا الستراتش الاربع سنين كان فيها جوليان كان فيه اهداف بطولة كان فيه كان فريق كتير حلو مركبت تربحه بطولة مشاكل ادارية مشاكل مادية ولا هما شي لالعيب اما للكوتش يعني كل شخص عم بيشتغل بها اللعبة لانه ما فيك تروحي عالشغليك ومانيك عارفة اذا تينهار بتنشحط به هاي المعنى اما بتكافس ولا هو اذا واحد بيروح عارف انه تينهار عادي طبيعي بيكون هو عم بيعطي زيادة هو عم بيعون انفاسمنت حاله طي يفرض حاله سو اكيد هول اشياء هن البديهية هن الاساس تا واحد ينجح اذا مش موجودين نسبة النجاح كتير واطية بتكون شو اهدفك السنة مع الانتونية بس انه بتصور فينا نوصل لبعيد وفينا ما نوصل لبعيد نحنا احنا قدام نضلنا اجرينا على الارض من بعد ما نربح مطوشة كبيرة اما من بعد ما نخسر مطوشة ما لازم نخسارها سو قدام نضلنا بوكر فيس قدام بنقدر نوصل صح 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 قدام نضل نوصل رودريك يمكن لو انت حدا اه كتير اشتغل عليك منتلي بمطرح معين كنت انت يمكن سكورر كمانا كبوينت جورد يعني بحسك كان عندك صبت تركيزك عفرد مطرح اه معاول بمحل معين اكتر اه عندك الاساس انك اذا ما فكرت كثير بالقصص اكتر من ما لازم ببعض الاشياء بمطيئتك لانا طبيعتي مضبوط مبعض طبيعتي بفكر كثير طبيعتي بفكر بغير كثير صو واما معقول معقول اكيد وهايدا بحس مهم يكون موجود اكتر بالانديا المنتل سترانكت والشغل منتل على اللعيبه كل واحد بقع عنده ويكنس بمحل معين لنقول عن تليل انا سكورينج او غير حدا بالعكس حتى شاوطة كل الناس تعرف انو شاوطة رودريك منيحة بس ما بحستك بتصب اهتمامك عليها او بتصب اهتمامك انو بدي يشوته وحطه ايكا ما باعرف يعني بلعب الجام بلعب انو اخرت نهار انتو عم تلعب الامور بس بتفكير فيها لا انو شاوطة تعود تعود انو مية مية خدمة ايه هو um mind set the partジャ Pensi programmas to be aggressive سرجو كان هك ديك السنة اللي معي بالحلقة اشتعم اشتغل قليلةاء الكم ли بس هو القصص بي نشاغل قليلة يعني انو حلاة الsesنيان جاي رودريك أنه رواء. حتى على الملعب جاوتيوني. صح. بس هو القصص بينشغل عليهم يعني. صح. أكيد. خمس سنين الجاي. هل ما تحسك بقى ما بتفرق معك بقى قبل. مع العمر. أنه بتتغير الحماس وهيدا. بعدنا الشيء الحلو كثير يلي مبسوط فيه. بعدنا بمبسط كثير بالباسكت. يعني بمبسط بالتمرين. بجي مبسوط. بمبسط بالجيمات. بمبسط بالفايب. ومبسط مع التيم ميت طبعي. مع أنه الأخلابية صاروا كثير أصغر. يعني سنت الماضي بهالكم سنة. أنه بتضحك أيام مع كم تيم ميت. أنه أقرب لعمر لبناتي من لقلي. عارف كيف. بس أنه حلوي. هيدا أهم شيء بالنسبة لقليل. عم بعمل شيء بحبه. بس بتحس بينك وبين حالك أنه أنا عملت اللي بدأ أعمله بالباسكت. ليك بقول حمد الله. يعني شيء بحبه وعملت منه كارير. استفدت منه بكتير مطارح. آآ 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 آ لعبت أجنبي بالفليبين حمد الله يعني واحد ما فيه ما يكون لكل هيدول الأمور لا حمد الله رالف ليه بحستك بتحب أنا كان عندي عطول شعور أنه رالف أصلا بحب يكون كوتش أكتر من لعيب يعني ما بعف إذا عنده كل هالباسيون للباسكت كلعيب أو ككوتشنج أصمه النص نص كنت عارف أنه لحوصل لمحال أنه بدي عام الكوتش من زمان مش من هلأ حتى يعني كانوا اللعيب اللي معي يقول لأنه أنت كوتش معنى أنه قد ما بحكي ومرات بس صبتتها بآخر كاريارتي كنت كتير كوتش أنا عام بلعب اللي هو ما لازم ما لازم تكون من هالأدة يعجوا بدناك الكوتشز لا مش ما بعرف بس ما بتصور بتصور كنت ساعد سباشلي آخر سنين بالعاكس وقتا كنت عم بعملها كنت الكوتش كان أنا استفيد منه هو يستفيد مني سو آخر كم سنة اللي كان عندي خبرة فيهم بالعاكس كانت أدت فاليو بتصور للفريق بس كنت عارف إيه اللي حوصل صراحة يعني شو أصعب شي بهيدا النقلة ما كان محضر له نفسيا يعني مش إنه عارف حاله أنا هالسنة خلص هديك السنة رح واقف فجأة منا هاي منثلي الواحد منا صعبة لحليك لأنه أنا هديك السنة كنت عم كوتش وربحناها والسنة اللي قابلة أنا وعم بلعب كمان ربحنا ربحت بطولة البنات فرست ديفيجين كنت جاهز لهالسنة وبنفس الوقت قدما إنه بشتغل كاكوتش أما بالأكاديمي أما هيك بيسألوني إنه عم تشتاق تلعب ما عم فكر إذا بلعب يعني ما عم بفضل بفضل رح من حياته فارك تدير سهو أصعب الشي بيقوله وقت واحد يعتزل إنه هالجاب أما الفراخ هو اللي بيخلق لك التعصيب أما تضيع سهو لا أنا مشغول الوقت كل الوقت حس كمان إنه الشغل تاني اللي عم تعملون ككوتشين كأكاديمي يتعلمون ككوتشين لإلون سعى يعني نحن بنبسط بهيدول الشغل متل كأنه عم نلعب سو في شي عم بعودلك عن شي من محل تاني سعى المشهد بالتعصي لأنك عم تروحي تعمل شغل منك مبسوطة فيه وما بعرف يعني وخسرت الشي اللي أنت عنديك باشن عليه بعضه بنفس الدمان كوتشين كتير حلوي أنا كمان أكتر سنة ونص كمان كتير حلوي فيها أصص أحلى من اللعيب لأنه أنت يوديزاين كيف بدك فريقك يلعب بس أيها فيها براشر أكتر الكوتشينج أكتر اللعيب تروح بتلعب ساعتان وبتفلي وكل الضغط وهيدا على الكول الكوتش شغله برات ملعب براشر وتايم كونسيوميج أكتر كله حتى أنك تتطور ككوتش رالف بتحس أصعب من أنك تتطور كلعيب آآ لا بركت تتطور كلعيب أصعب أصعب؟ لأنه بديك تشتولي فزيكلي إيه بأينا ما تشتولي أز كوتش لا منا كتير صعب إذا عنديك النوهاو دايما بتعرفي بتتعلمي يعني بتفتح شابتري جديد بتتعلميه لذلك أصعب اللاعي بيتطور من الكوتش صحيح وأكسس تو انفرميش هلا للكوتش أهيان بكتير يعني كل يوم بيقدر يكون عنده أكسس على كل شي في بلايز عم بيلعبوا بره بيقدر يفوت آنلاين يحضر جيمات كيف تتغير طرق أهلا؟ أكسس تو انفرميشن أهيان بكتير بس أنا كمان لقالي كتير مهم الكوتش يكون عنده باكراوند أصعب وبرات لبنان كتير منشوفه يعني كثير من الكوتش يعني نوادر يكون كوتش بيوروب وبأميركا وإنبياي وماذا أيضا منهم أكس بلايز لأنه اللاعب بيحس أصص إذا أنت ما عشتيا كتير صعب تحس فيها رفتي هيدا موضوع كتير مهم وبلبنان كان قبل يعني كانوا يعتبروا لا إنه بدنا حدا إكسبرينس عشرين سنة كوتش يمكن منه لاعب عبروا الأجنب يبدون الأجراسيف أبروات بس مخص باعتقد البرهنة أكسبرينس بتأخيها كلاعيب أكبر من كتير من البرهنة بتخذيها كالكوتش لأنه بتعرفة أكثر شعون بيصير اللاعب وفي كتير مثال يعني كان جو جاد شابب اللي هلني جديد شوي بس در كروفين انه هن كتير مناح وبيحسوا مع اللاعب لأنه هن كانوا يلعبوا كمان وكما قال رالفو إذا انت تلعب سيزن مع كوتش كل يوم معه عم بتعيش بالتمرينة كل ديطاي بكل ديطاي بتتعلم أكتر بكتير ما تروح تحضر كلينيك أو تحضر شي على يوتيوب ما هتعرف الديتيلز وما هتعرف انه وتأمت تعامليهم شو صعبتهم يعني واني يكسبرينس لهم بيساعدوا أكتر للكوتش رودريك جبت بطولة للبنات مع نادة بيروت لا وقفت لا وقفت لأنه كان في شوية كونفلكت بينهم وبين الشباب ووقتا ووقتا سنت اللي بعدها كنت مع الشباب كان تارجة شباب يربحوا البطولة ووقتا كوتش أحمد كان بدوا اللعيب يكونوا متفرغين على الآخر وأكيد فضلت إنه إلعب والحلوة بيروت إنه أول بطولة لقلهم مع البنات كنت كوتش وأول بطولة مع الشباب كنت لعيب كنت حيبة بكمل كنت حيبة بكمل بالكوتشينج مع البنات بس شاءة الظروف إنه ما تزبط مع بعضها بحسك بعدين تحب لا بحب بحب مش تارجة بحب ضلني عم بعمل شي أنا بحبه وكوتشينج شغلي كتير حب بيطة ما نشوف الأيام كيف بتكون يعني بالوقت المناسب هلأ أنت كنت مسافر خلاص عن عطولة هلأ بالصيفية خدنا جرين كارد وحسيب نروح نقعد كم سنة منشوف شو الوضع ليش رودريك؟ الحسل الوضع بلبنان منه كتير ستيبل وجدتنا لجرين كارد وبقول حرام إنه روحها لعائلتي وعم فكر إنه لبناتي لأكل جنرايش قلت إنه ببقى بعد سنة هون الماركت تبع الباسكت صراحة شقل كتير هيدا السنة واجعني فرجعت حكيت أنا ويارا واخدتنا وقت يعني لأنه كان قرية دراسنا هونيكة أخدتنا الجمعتين ثلاثة ترجعنا أخدنا الدسجن إنه فاميلي دسجن غير ما إنه أنا بلبنان وبيدي نقع بين حكمة وبيروت أو بين بيروت ورياضة سوأت وزيطة الدسجن لاله بس شو هلأ قلت كلمة كبيرة إنه بآخر سنة يعني السنة بتلعب باسكت؟ لا أعرف مع هذه السنة قلت هيك رجعت بقيت ممكن ممكن تكون آخر سنة ممكن ما أعرف هل أنت مع هالخطفة ولا لا؟ أنا؟ إذا بدي كون سالفش أما هيك أكيد لا، صراحة لأنه الحمد لله هون كله منيح هلأ وضع البلد منه منيح بس نحنا وضعنا منيح ومبسوطين يعني هو أهم شي واحد يكون مبسوط عملتوا أكاديمية كتير حلوة رودريك يعني عملتوا شي بالباسكت لكل الكميونيتي عن جاد نو صعب كمن هلأ يتركك رودريك أكيد سيكون في ناقص بس أنه ماشي وماشي صار لنا زمان صارت ماشي إلى حد ما بطريقة منيحة أكيد البرزنس طبعنا لو شو ما عملت ما فيك تعودية بس أنه الحمد لله الأكاديمية وقامنات بلانينج أنه ترك ينافر أنه يمكن روح كم سنة وارجع بعد ما في شيء أنه ما في شيء واضح لقلق للنير فيوتشر هلأ بالأكاديمية قد هيك كيف توجهوا صعوبات مع الولاد؟ عن جد بدي أسألكم هلأ كذا السؤال ببالي؟ صارت بارت من السيستم يعني بتعاني من مشاكل بس ما في شيء ما بين حال ثرو كومنيكيشن والسئة اللي بيحطوها الأهل فينا أما الولاد صارت تخلى الأشياء أنه إذا عم تحكي مع حدا في وجهة نظر بتقدر تواصليها ويقتنع التاني منها مشاكل كلها مشاكل محلولة إن كان التكنيكل أما إن كان الأشياء إذا بديك على الأرض التمرينات كلهم نهائينين مطلوا صعبين حتى تقنعوا ولد مثلا أنه أنت لازم تكون انسبايرت باي هيدا الشخص مش تغار منه مثلا تقصص كتير صغيرة الولد مش بس أكاديمي هيدا أصعب بالكبار الصغار أهين هالبارت بس البارت طبعا الصغار لأنه نحن صرنا كأكاديمي كبيرة هاللعيب ما تكون بالتيم مثلا الأساسي يكون بالتيم التاني تتلعب أكتر هون تتقنعي هون بدي أعرف رأيكم أنتو صح كتير عم نعملون وكتير عم بينجحوا بس ما بينجحوا بشهر يعني ما بتنجح هالستابس بيومين بديك تقنع الأهل بديك الأهل يوسعوا فيك وبينعملوا بتصور هؤلاء الأشياء عم نعملون وعم ننجح فيهم كمانا بس أنتو برأيكم لازم اللعيب يلعب بالدرجة التانية يرجع ينتقل للدرجة الأولى حسب اللعيب أو بتقلي درجة أولى فيها خبرة لو قاعد على البنش شو رأيكم؟ كتير قليل اللعيبة اللي قادرين ضغري على العمر صغير يبلشوا يلعبوا بالأولى وياخدوا دور ويستفيدوا نحنا في رؤية الكارير تبعنا بتشوف إنه في كتير في كتير ولاد عم عم 17-18 عم بيطلعون على الدرجة أولى وعم بتكون ويستقل الوقت السنة كلها يعني لأنه كمان حطي حالك محل الكوتش بالدرجة الأولى يريدوا يربح، يريدوا يحضر فريقه ما معه وقت تتكلم حدا صغير وخاصة هلأ الكمبيتشن كتير عالية مثلا ثلاث أجانب على الملعب خلص يلي بالأولى لازم يكون عنده دور أنا هيدا هيدا رأيي وفي كتير لعيبة علي منصور اللي هو هلأ كذا علي منصور لعبه درجة تانية كذا سنة يعني علي منصور أربع سور سرجو درويش لعب تانية عرفت أنه منه غلط وبالعكس بعمر صغير بين 16-20 برأيه كتير منيح للعيب يحتكب ناس أكبر منه يلعب درجة تانية أو تالتة ويكون روله كبير لأنه يتعلم يأخذ إنيشاتف ساقته بحاله بتاعله وهي ديفالبس أكتر وقت يصير رادي يلعب بالأولى يلعب ويلعب يفوت ضغري ياخد دور بالفريق يكون بأي فريق يعني حتى إن كان بالتانية أو ما بالأولى يعني مرات منيح يكون اللعب يلعب بالأولى بس مش منيح يكون بفريق بالأولى عنده تارجت يربح بطولة ويكون معك فريق بالأولى مثل كذا فريق قبل حتى إذا ما يجعل التمرين مانا مش لكمانا مانا منيحة وبالتاني نفس الشي ما لازم يكون بفريق من الفرق اللي في فرق بالتاني بس تشترك للمشاركة يعني بس لأنه نحنا بالتاني وما بدنا نزع التالت كمان مانا منيحة سوى لازم يعرف ينقل عن جد ال جود كوتشينج يكون مع كوتش منيح كل هو اللي بتأثر إذا هو اللي حيوصل أم الله هي بحس هون لازم الوحد الولد بيكون عم بفكر أوقات بالإكسبوجر مش أكتر من أنه أنا بدألعب باسكت وأنجح بفكر يلا فتع حكمي فتع رياضي لوفي قدامني عايشة لعنه أنا بالنسبة لأقلي هاي أنا صارت اللي صارت بس هذا بالنسبة لأقلي أنا حظك حلو ولأقله أنا برأيي أنه كانت كتير منيحة لأنه بالحكمة في أجنبيان وفي كريم عز الدين وفي سبعة في خمسة في لعيبة بيروحوا عفرق ما بياخدوا حقه النس بتاخد حقه نس بيطلع له سنة كل يلي حواليه قوية أنت حكيت شي كتير مهم هلا أنه اللعيب بيبين منيح إذا في كمان عناصر حده يعني أنت بتحس رالف أخد حقك كلاعيب أخد حقه أكيد راض أنا أعطيت قدمة فيي أنا بركي ما أعطيت اللعبة قدمة كل لازم أعطيها تأوصل أكثر بأنني عملت سباشل آخر خمس سنين كنت دايما عم بوصل في نال مع الفرق اللي كنت معه إلا آخر سنة بركي واللي قبله شعافيل بس أنا ما أعطيت قدمة هي بتاع هذا اللي كنت عم قل لك يا بي أول حل أنا بحسه شي كأنه شي سانة ولا قلو ما بحسه لرالف أنه يعني ما بحسه إذا خسر قاين برجع على البيت زعلين بيزعل عادة بسيارة بتخلص عم بتزعل بسعر كتير بالعاكس كنت كتير لعيب للفريق بس أنا عصى عيد الشخصة كتمرين كأكل كهيدولة إيه مثل فيك نافة يعني ثلاثة تطبحوا حلو كل شي حلو شو هل مرض هيدا أنا ما فين أوقف شوكولاه انت عين تفضلي كتير بس باب يسوى أنا هيك وصباح بعد عا أكتر هلأ وقف صباح بطل عنده شي يعني انت بتحب الحلو كمان آآ يعني وسط مش عدرالف وسط أنا حسب أنا في فترات كنت كتير انتبه كتير كتير هيدا بالبيك يعني بالبيك سوبر عالآخر يعني كانوا يتسألوا علي أصحابي نروح مثلا عالبيت قالوا يضيفوني فيتامينز آآ أنو هالقدة تنتبه كانت كتير على آخر انتبه هلأ مش قد قبل آآ بس ايه واحد يكون ليك أهم شغلي بحس بالكارير طبع اللعيب وياللي برأيي بقيه وهي بفترة كتير طويلة هي الكونسيستنسي أنا بحس بي محل سماعيل كتير كونسيستنسي يعني اللي قريب لقلو بيعرف انو بيضلوا يتمرن بيضل يأكل أنا ريبكا السنة اللي مرنت فيها ريبكا ما فيه لعيب شباب ولا بنات أدى كونسيستنسي بالتمرينات كانت كل يوم أنا ما كتبعرفها الآن كل يوم عنده تمرينت الجيم تمرينت شروتينج وفيزيو بتروح كل يوم على الفيزيو بس تتراخل وخير تمرينت الفريق بعض الدور عدنا نحن أنا مسلا كتبعنا مرة باسكت بالصباح والتمرينات بأما جيم وباسكت هي عنده كل يوم نرمال هيدا الروتين نرمال هي تعامل نقلاته كل يوم الصباح مش طبيعية يعني استضيفة حاس أنا لا منك طبيعية أنا ما كنت شايف حدا هالقد ديكايتت شباب أما بنيت عب بحكيك بكل صراحة أدى لاعب مع كل لعيبت الشباب ما حدا جارنتين ما حدا ديكايتت قدري بكا كان أنجاد ما ساقة بتلعبتوا مع بعض ولا مرة صعبة نفس البوزيشن وستيننا قريب يعني عادتا إذا كوتش بده يجيب لتنان تنين ما بيجيبهم مثل بعض صعبة كنا حابين كم مرة تساقب مع بعض حلوة كانت الكوتش ما تساقب حسلكوا دي هف بوينت يعني محر ساقب أنا أيام مع أخوة بنفس الفريق كانوا يقبروا بعضهم عنجاد في التمرينة يقبروا بعضهم شارلو وفليب تتعافي الأخوة لأنه تتبطع بغري إنه هذا شي طبيعي كمانا لا أكيد أتنور من هلا أنتم تتخانقوا شوي بالبات وهاكم ولا هلا طبيعي هلا أقل شوي عكبر خلاص قبل كان فيه تتفيش وهاك على الزغار كان فيه كنت أنا شوي أجرسيف وهو راي ماها هي بس إنه هلا ما بقى كتير عالين أنا وهيك زير أطلع فيكم بالملعب أوقاتك تعمل ديفانس عخيك أنا وصاب بتركه ما خلق أول فترة كانت صعبة بعدين وقتا قبرنا كانت إنه عم نلعب بازكت بعدين وقتا قبرنا صارت منتلي أصعب يعني إنه ما بدي لعب معه أما ضده أما هيك بس يجب أن تفعله وتعودنا له كمان أنا عكسك أنا بالأول كانت أصعب ضد رالف لأنه حسه أصغر مني وبوقتها أنا بلاشت قبله كأنه أنا مبرهن حالي بس إلعب ضده هو بعده مبلش يعني ما بدي عرفته بدك تحميه خيك إنه بفهمك أكيد ما فيه هيدا هو كان حس عليه بالعكس أنه يريد أن تحصي شيئا ويكون كتير أجرسيب علي بس بعدين خلص بعدين راحت صرت آخر أهم قطعت فترات هيا قطعت فترات هو كان يكون بفرق أحسن مني بس كمان آخر فترة أنا كنت بفرق كمان أحسن هو لي كمان بتأثر كيف واحد بديلع بعض الثاني تب أمكم وبيكم مع مين بيكونوا؟ بالجام مع الاثنين مع الاثنين مع الاثنين نلعب الميح يحيانا كيف هيدا؟ مع فريقين بدل الاثنين يربحهم؟ بركة يكونوا مع الفريق اللي بيكون السنة بده يوصل أكتر بركة إلا شعوريا تكون بحس هكي صراحة بس أكيد ما كانوا يقولوها يعني كانوا يقولوا مع الاثنين صح تعملتوا مع كتير كوتشز وانتوا باتريك سيبا بتحبوه ما هيك؟ هو اللي كان كوتشز نحن وصغار كان كتير له تأثير عليكم بمطرح صح سأسميلك ثري كوتشز بديك تعطيون صفة باتريك سيبا بكلمة واحدة بديك توص باتريك سيبا بحس هو برفيكسيونيست يعني بده كل شغلة على الأد فؤاد أبو شقرة فؤاد أبو شقرة بحس هو حسوا أزكى حضا بالباسكت باكنيك ليه؟ أزكى شخص بالباسكت مش دق لا مش مش بحكي باكنيه هو إنسان زكى كحضا هيز فاري سمارت كتير زكى بيعرفي يركب الفريق بيعرف هيز فاري سمارت لقلم نأزكى الأشخاص بيضال يطلع قصص مفاجآت هيخليكم موتيفايتد فاري سمارت بكل شي يعني كتير زكى بول كافتر بول كافتر أسيكلوبيدي بالباسكت بول كافتر وحش أنا ثلاثة سنين معه بعدني لهلق من أكتر الأصص اللي بتذكرها هي اللي متعلمة منه يعني طريقته بالتعليم بيركز كتير على الفندمنتلز اللي هي برأيي أنا أهم شي بالباسكت لأنه آخر تنهار السمبل تنكز هني اللي بيخلوا اللعيب المناح يبينو وبيستفيدوا منه أكتر شي بالجيمات سوكافتر بعقد يعني إذا كان منتر لقلي أنا وصغير كمان علمني أنا بيرسنلي إله فاضل كتير كبير علي كمان هي دي فالبت كتير ليدرشب تبعي وكان يعمل أساس أنا وصغير معي مفهمتن إلا لبعدين فيك تخبر ناشئين؟ تخبريك يعني مثلا بمنتخب الناشئين أنا كي عمري 16-17 يكون بدو ياخد ديسجن للفريق والديسجن تكون كتير مهمة أيام ستارتنج 5 أيام ستراتيجي حنلعب ضد جابان ما بنسك إن عنا جيم ضدون أساس كتير مهمة للفريق يعني كتير بتأثر على الأوتكم تبعنا يطلب يقعد معي يسألني يقول لي شو رأيك منعمل هيك ولا هيك أوكي يمشي فيها يمشي فيها بكزا مرة يعني بيقيم مين ستارتنج لائناب على الهالف تايم مين برأيك تتوي مين برأيك يكمل الساكند هاف هيدا ولا هيدا قال له هيك أوكي لاتس دويت ونربح أو نعمل ريزالف أنا حس إنه هيدا خلتني أخد ساقة كتير كبيرة بحالي وخلتني يصير عندي ليدرشب كتير أكبر وعلمتني شو يعني تبيق ليدر لأنه هو قازي ليدر لهيدا الفريق كان يخلي الدسجن يطلعوا الدسجن يطلعوا من غيره وأنا مرة أخد كورس عن الليدرشب بيقلك عن الإنكلوسيفنس وتخلي القرار يطلع من غيرك لأنه وقتا أنا قل له بدنا نعمل هيك وهو يمشي فيها أنا بقتل حالي على الملعب تنجح أنه أكيد هو بيقدر يرسوم بلاي وفي مية شغلي براسه بس يز عب يعتلى حدا دسجز ليدرشب توسقي بغيرك تخلي هو كمان يعمل ديسجن بتأويل الفريق أكتر بكتير رالف كمان بدي صفة لباتريك سابو منك أنا يعني هو علمني أنا دائما تتوصل أول واحد غلط أنا دائما تتوصل أول واحد غلط ما بتصور حدا إلا مرة أمار تنسي كويك وصل قبل عالتمرين ما بارف 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 عم بوصل قبل لعيبتي دائما عالتمرين هلط متعود أنا بارف كتير 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 لعيبتك هيك هلأ رالف أحاول أن تتوصل لألون بينات فورسنجد بيتيجدهم أنه هيك لازم يكونوا يعني إذا يفورسن ما بيخده ما بيستوعبه الشخص بتفكره يعني ما هي عشرة بوشرة بذات أخ لا لا بس يسدد هون إذا لعيبك بيشوفك أنت بتوصل لبكير بحسنه كيف عنا ما بوصل بكير يستحى يعني بلا ما أحكيهن عم الشي بس أنه ما بعف هيدا كاركتاري عم فاري ديسبلن ألن أباز أغراسفنس و وريسباكت يعني قد ما ظلمك وشو ما حكيك أنا رقلاجة معه لأنه 8 سنين ما ناسي 7 سنين لعب معه كلما يروح ياخدني معه دا كان يزل ناس ممنوع تحكي كلمة يعني يوروبيا بس كيف يوصل واحد يتقبل هيدا الشخصية لأنه تعرف أول شي هي نوز تكنيكلي كتير وزكي وبيعمل كتير مناح كتير مناح يعني بيفهم باسكت كتير كان يغلط مرات مع العيبته بس بس يجي تاني نهار يعرف يحكيون بس بس هو السائل فيه إنه كان مرات يقلل تهزيئ كتير زكي تكنيكلي يعني يحط كتير مرات مع العيبه يعرف أنه نحن ضد هذه الفريق لحنا نعمل هاك و بتحس أنت وضع يخلص لأنه ربحته من وراء الجامل تابع الكوتش مش من وراء إشي تانية مش من وراء الخطط ومن بس لأنه الجامل وبيخلص جامل فرق عشرين لنقطة لألك بس لأنه الجامل مية بالمية هاك لازم تلعب ضد هالفريق سو أنا باركي أكتر شي تعلمت منه هاي دول إشي أنا هلأ مثلا باري بروح هاي الجام عندي مليون بالمية إذا بيزبط أكيد يعني إذا بيطبق صاح مية المية لح نربح بس من الشخصية الأجراسيف ما أخدت منه شي تعلمت الدوزنة تعلمت الدوزنة لأنه غلط كانت مرات يعني كان يخسر العيب كتير فيها إيه إنه قدالعي بده يسكت بمطر خلق بس فكير يوروبيينز هيك بس غير كولتشر برأيي أنا غير كولتشر بيوروب أنا ساقبت مرة كنا بالبطول العربية سنت الماضي وفي أجنبي كان مع فريق من سربيا ولعبين يوروليج ولعبين مع أوبرادوفتش ولعبين مع هيدول الكوتشية اللي هني فاري أجراسيف ووقتها سألته إنه إنه إنت يوروليج والكونتراك تبعك كزا مليون إنه هاو ديو أكسبت إنه كوتش يعمل معك هاك يبهد لك أو يسبلك أو في مطارح بيشبقوا كاف للعيب فالإيه فاللي فسر لي إيه قال إنه من هني وصغار بسربيا بهاي دول البلدان معوّدين على هيد الكولتشر في كتير كومبتشن والكوتشيس كلهم هاك مع اللعيبة سو خلاص معوّدين عليها بس هون بلبنان إس ديفرنت كالتشر وأنا برأيي بينزر بايورا اللعيبة عليك ما بتزبط كتير بلبنان ما بتزبط ما بتزبط ما فيك الجهار شعب يعني من هكا للفئات العمرية نحنا فكرنا فيها محلات يجي أجنب إنه ليس جيد وليس جيد وكير قليل تنجح وما بتنجح فيها ريسك يعني منى إنه إذا جبنا حدا أجنب نجحنا بالعاكس لأنه أول شي تكنيك اللي فيه عندنا كتير كوتشي قادرين يكونوا أكيد منو نكتار تبعيانست فيه فيه أسم بس منيح أه ويطور من بره إذا أنت قادره إذا عطا عطا إيه يجيب من بره بس إنه فيه ناس بتستاهل هون مع أي أساس بتختارو الكوتشيز أول شي بالنسبة لأقلي أنا نمبر وان الورك أتكس طبع الكوتش تاني شغلي التكنيكالتي إذا قده هو بيفهم بالباسكت وقده إذا تيتشر لأنه آخرتنار الكوتش إذا تيتشر شغلته يعلم لأولاد وأكتر حدا عنده انفلونس عليهم هيدولة لأقلي أنا أهم شغلتان وداتس التالت شغلي هي الأفيلابلتي طبعه والويل طبعه يشتغل مع سيرتن ايج سيرتن كاتيجوري ونتفق معه يكون شي بنسب و بنسب بس الكوتشينج إنه عمله 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 إذا حدا ما عنده عمله عمله لأنه حتى بس تبلشي فيها كتابة بالأول فاللي بده يعمله بده يكون حدا عن جد بيحبه تيضاين فيه وتينجح فيه وتيكمل فيه قبل حيال له شي تاني بده يكون بيحبه كتير والبورت التكنيكاليتيز أو مروان خليل أو هيدو أو مروان خليل أو هيدو فهي دولي قصص المهمة بالنسبة له يعني بتتعرف على الشخص تشوفي إذا بيفكر مثلك الفاليوس تبعه بيشبهوك ولا لا بتجربه بس أجان ماهي الممنوع يعمله المدرب عندكن؟ يعمل الأشياء للفئات العمرية ممنوع تصير يعني بالفئات العمرية الولد لازم ينبسط مش يتحمل البراشر لأنه إذا بتحمليه براشر هون معولي يوقف باسكت ما فيه يقلو خسرت جيم من وراك بالأولى فيك تحاسبه تتجاب بالفئات العمرية يكنات تتعرف يعني والإشياء بيجوا والربح بيجوا بالشغل الصح ومش إذا فشل تحمليه مسئولية هيدا هي الفكرة بالفئات العمرية فأنا بالنسبة له هيدا أسية يعرف شو المشن طبعه مع الفئات العمرية أكتر حدا بيقدر يعطي فيدباك عن الكوتشز هن اللعيبة مظبوط ولا لا؟ نحنا منقول شعلي الكوتشي اللي عنا يهم بالأكاديمي هن صغار بس أنا بالنسبة له إني أحسن كوتشية وان ده فيوتر رون كمان ما يستعجلوا له لأنه اللفل اللعيبة اللي عنا يهم أخير الدهار حيصيروا يعملوا على الدرجة أولى وهؤل اللعيبة حيأسروا مين يجيبوا كوتشية لحيجيبون هن كوتشية هذا سايكل الباسكت نحنا هلق باتريك سابا حكينا عنه مع أنه نحنا من عشرين سنة كان هو كوتشنا مش هلق هذا سايكل والشغل الصح هو اللي بيخلي واحد يوصن في كوتشية ما فيهم ينجحوا بالفرست ديفيجن بس بينجحوا بالفئات عملية فيه هاك وفيه هاك كمان نعم نعم كل كوتشي كتير قصص تكنيكاليتيز كيف ينجحوا في كوتشي بالتمرين كتير قوي انه كل حدا يكون ما بياخد ديجن دغري قصصة كتير صعبة صعبة بس أنا بحس انت عم تعيشية مع صباح بس مانا هاينا ابدا وزيادة عن هيدا كله انتو قلتو شو كتير مهم انه عن جد يلي بيكون بيلعب يكون لعب وبيصير كوتش كتير عن جد اتس ديفينت عن حدا يجي مانو لعيب بتساعد كتير بيتفهم الكيل بيعرف كيف يفدو مانا مانا هاينا اللعيبة عندك لعيبة بدك تسيرهم وبدك تراضيهم وبدك تمشي عمزاج الاجنب فيه كذا شغلة يعني على انا من نوع الاكتف عالبانش بكون او ما بالتمرين بس ما انو انت بحس شخصيتك انت بالحياة تير رواء او لا بالحياة ريئ شوى مبارف بنفعل انفعالي انا انفعالي ريئ بالرواء بس انفعالي انا انا لا ابدا انا كتير يعني ما بعمل رياكشن على القصص شو بفقدك اعصابك مثلا في حدا مش هنقول اسمه هلا لك شو بفقدني اكتير قليل يعني القصص الا اذا شي كتير غلط عم شوفه وعم بجرب حله مرة اتنين تلاتة اربعة خمسة وما عم بلاقي تجاوب من تاني مال هونيك خلص يعني بفقد عصابي بس بتخدني وقت يعني مني حدا انه شغلي زعجتني دغري ارياكت او بعيت او بعصب بتخدني وقت الخبرية بحس هايدي شغلي بحبه بحالي صراحة يعني بالي كتير طويل بحط حالي محل غيري لا ممكن يكون غلط بهيدي السيتوائشن عرفتك بتفهم ههه اه مهمة شو بالحياة ايه رودريك ايه انا بالا اه بالاشياء الايتيكس ان في ايه ما بقدر رويح حالي اذا واحد عن جد عامل شو اه للسوق الحظ يعني انفورتنتي تيجبر بتصيري تشوفي انه في ناس لا عن جد بيعملوا اشياء غلط أتيكس يعني عن جد ما با شو أكثر شي بعصبك مثلاً؟ كل شي برات الأتكس وبعصب لأنه كثير عم بشوف إشي مش مسموح تصير ممنوع تصير هون رايق كثير أنا معم بقدر بس بإشي تاني الأغلاط التكنيكة مثلاً على الكوش هو اللي بفهم وبروّق وبقدر علم بالتمرين كثير بيقطع وإشي هيك بس بيهول إشي ما عم بقدر بقى سيطر على حاله يلي بيستفزن كتير أنه بس تحكي مع الشخص بالغلط طبعه مرة واثنان وثلاثة ويضلوا يعمله وما يتعلم أو ما يسمع هون خلص صارت نية عاطلة عند الشخص يعني عم بيعمل شي عارف وحكي معه أنه هذا شي ما لازم يصير وبعده عم بيعمله صارت نية عاطلة وخلص هذا الشخص ما بيتغير يعني كاركتاره هاك وممكن مربى بمحل أنه هيدا صح أو هيدا والله أنت زكي أنك عم تعمل هاك في متى بيكون الكالتشر طبعه غير عنيك وهو مفكر اللي عم بيعمله صح وإذا ما حدا عارف والله أنه أنا شاطر وزكي وعم بعمل مصلحتي سونا احنا وهاف دفرنت أتكس هايك شخص ما فيك تشتغلي معه ما فيك تكوني أنه كتير أصحاب معه أكب تلاقي فيه بس خلص غير غير تفكير غير نفسية ما فيك تتعيش معه بمعنى بالشغل وبالأمور المهمة بالحياة هون صار بي غير محل سيخ ردريق رائع كتير سيخصيتك حالي شخصيتك حاليناتك أنا عم بععد عن هول الناس يعني صرت عم بععد عم بقتوش على الآخر وهاك لازم يعني حتى عم بجرر بكون بمحال مثلا بروح مثلا بدمان الباسكيت مثلا فئات عمرية بروح بقعد صرت فوق ردريق بيعرف بقعد فوق تما يكون في أنت أكشن مع الولاد ومع الأهل صرت بقعد ما بقعد غير هونيك لأنه بصرت هاي دا لزيتها هاي حلاوتها وبدنا ولازم نرجع لهونيك مطرح هو الحلو هاي دا البلاي جروند طبعانا سو ترجعت ترجع في فترة هيك صرت ما عم بمبسط شو بيصير كل جيم في عمرية مشكل كل جيم مش بس نحنا مش نحنا أكاديمي طبعانا الجو سو هلا صرت بس بقعد مع الأهل ومع الولاد لأنهونيك الجو الحلو موحق أترى إلى البيزيكس شو أحلى بمبسطة عندك ياهو أحلى بمبسطة 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 شو كمان البطولة مع بيروت كانت كتير حلوة بطولة أسيا مع الرياضة بطولة لبنان مع الرياضة بس دورة ما كان متل بيروت فهدول كانوا أحلى شيء بس إذا بدي نقي شغلة واحدة هي بطولة العالم للنشئين وقتا تأهلنا للجيم اللي ربحناه وتأهلنا كانت كتير صعبة بس لتفرق بيتأهلوا بعدنا صغير بروجيعة 3 سنين عم نشتغلوا كانت أحلى ماموري لقلي بالباسكت أسوأ وحدة أسوأ ماموري بالباسكت والله أول مرة حالا بيسألنا هذا السؤال ما في مومنت إذا بدي كتير زعلت لأن حسات حرام هيدا الفريق ما يربح بطولة بس إذا بدي كماموري وحدة يعني هيك مومنت كمان بالنشئين تأهلنا على بطولة العالم شي اشتغلنا عليه على 3 سنين رحنا قبل بطولة العالم بي كامب تحضيري الكوتش أخدني بس أنا بلاي مايكر بالفريق وكانت ضد هيدا الخبرية إنه ما في يروح لوحدة وعم نلعب فرندلي جيم كل يوم وعلعبني 40 ديئة قبل 3-4 أيام من بطولة العالم انصبت فهيدا كانت بكيت كتير وقتا إنه عرفت تأهلنا وبدأ ألعبها ودوري إنه هيدا كانت إذا بديك هلأ ما أعرف لأي خطرة تعبالي هلأ إنه توازي فري ساد مومنت لألي لأنه إنجري وعرفت قوية ما حقدر ألعب مزبوط ولعبت جيم واحد أنا عم بيعرج وبعدين مرجعت لعبت رالف ما عندي مموريا عندي الإكسبرينس كلها يعني كتير بحب الإكسبرينس طبعي بالباسكت كلها كل السنة كل المتوشة كل اللي تعلمته كشي بحبه يعني كهيدا وحس المومنت أحلى مومنت is in the future طبعي حلو بعد ما إجت يعني لا بعد ما إجت هيدا هي بحس هاك أسوأ وحدة إن شاء الله تكون قطعت تقول لي جاي كمير ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي شي بقول إنو بشعب as player as player as management وهيكي في كتير أشياء بشعب تصير مش عصاعدة الكل شي يعني الكبير شو أكتر شي بيزعلك بالحياة الـ unfairness مش معي مع الكل بالحياة يعني مع كل العالم إذا حدا مظلوم بتزعلك أما الواسطة الواسطة شو أكتر شي بزعلك بالحياة بحس إنو القصص أو حدا يصير معه شي عاطل يعني هذول أنا أبحكي عن صعيد الشغل وهيك أكيد أعصاعد الإنسان أكيد أزهيوم المرض والموت طبيعا رح أسألكن 11 سؤال تقولوا مين رودريك مين رارف أوكي مين بيرباح one-on-one هلا أكيد رودريك مالك شهرين أمو أفروق مين بناء أكتر رالف رالف مين أكتر حدا كومبتتف فيكن رالف رالف مين منتلي طوف أكتر أنا واحد موضي نحن إنو كتنين كل واحد بيعتبر حالو أكتر شي كومبتتف ما بتصور حدا منتلي طوف منتلي طوف لك حسن نيناتنا وي أعرف حسن هكي يعني أنا و هو صح بتصور نيناتنا ثروت أو الكاريرز كنا مثلا بالبلاي أوف أنا ديما كنتي لعب أحسن شي مثلا أما رودريك كمان اللي عملوز كان دايما النفس الشي مين صار ريف أكتر عشوه بابا تصرف شو ما كان أكل تيب مرتين مرتو تحيي لقلهم بيضلوا بالجيمز بيحبوا يحضروا اخ نيناتنا نحن نحن ونصرف يعني مين مين مثلا بيروح بيشتري بلا ما يفكر تيب وغراض أنا ما فكر يعني أنا إذا لا تيب وهيك عادة بس أنا إذا الشي بدي إيه أو ما عايش بني بدفع يعني ما بقول تفكر أنت أنا كنت ما فكر تغيرت هلأ تغيرت أنا بالعاكس وهيك رح صوت لرالفي أنا بس هلأ هلأ بالفعل بس أنا هلأ عاكس آية بس أنا هلأ بالعاكس بطلت اسأل قبل كنتفكر مين أموشن الأكتر أحب بطنو أكتر أموشن الأكاديمي رسالة للعيبة يلي وسقوا فيك نظن يفلوا إذا أنت مناك المدرب بالأنتونية ورجع بنتقل لعند رودريك بخصوص الأكاديمي أكيد بقول لهم تانكيو على الترست اللي حطين يعني أصعب شي تحطي أولادك عن تحدا أما تحطيون أكتفيتاء أما واتفر سوهدا أصعب بطل لأنه عم تسلمي أولادك سو بقول لهم تانكيو والأكيد أنه اللي حندنا عم نشتغل قد ما فينا وأكتر ما فينا كمان نعمل اللي هو أحسن لكل واحد فيهم ولمين تاني مسج للعيبة للعيبة اللي بقية الأنطونية بقول لهم أنه شوى شوى يعني وقتا تربحوا قلتونوا مش عالي لعيبة قبل الجيم ما بتنزلوا ولا ستوري وقتا تربحوا الجيم نزلوا قد ما بتكون لأنه ويستل ما عنا ما عنا شي بيجعيبتنا أنا ككوتش أما هن رباح جيم عمول شو ما بدك بتحس أنه سوشال ميديا قلها تأثير وح هي وان اوفت قلتونوا قبل ما تنربح ممنوع تنزل شي وقتا تربح نزل كل شي عندك يا شو ما بدك والتنين جا ما تنزل شي لبعض الجيم سو هيدا اللي بقلون يعني أنه كي بيوري منتاليتي أنه نحنا زرو وكل يوم وكل يوم بدنا نفرض حن أنتو صغار عندكم إذا بتشتغلوا صاح عندكم سكايا ووقتا تربحوا من السكاي رجعوا نزلوا لتحت عن جديد تترجعوا ستاب باي ستاب توصلوا هاي اللي يستفع معي بالحلقة قل لي never too high never too low هاي دي جميل يعاني هاي دا الموتو طبعنا أصلا نحنا هالسنة بالفريق اللي عم بقللون إياها من أول تمرينة هاي دا الحلقة محسوبة أكيد بس أنا بدي بعدين التقى فيكم كل حدا لحاله ونحكي عن دا تاي أكتر ما حكينا عن كل شي بس كم بدي النس تتعرف عليكم وتعرف إنكم مهضومين انتو كمين كانت الحلقة فان يعني ما كانت كثير فاكرين ناس سائلين لا مش فاكرين ناس سائلين بس أنتو كثير رينين لو أنا بحكي أنا بحكي طريحة لدرجة قد تكون وقحة بس نعم صح نعم صح بيقطع وحكي أنت أنتو بتبينو كثير جديين أنا بعرفك شوي بعرف أنو أنت كثير مهضوم يعني مش هالقاد سريو قد ما العالم بتفكر هل أنت سريو بعد بعد أنا سريو أنا سريو مع الناس اللي ما كثير بعرفون أنو اي تراي مش اي تراي أنو هاي كاركتاري فورمال بركي وتكون قريب مع الناس أكيد عفواليك وبركي أو تفريس باك للناس بهذا الموضوع ليك أنا اشتغلت على هذا البورت لأنو كان العالم كثير يقلولي متل ما أنت إنو منبين كثير جدية وهيك سو أكتر شغلة فرقت معي وخلص صارت ماشية معي أنو تضحك عرفت ايها حسيتك هاي دي أكتر شغلة بتفروق تبريكس دي آيس مع العالم وخلص بتخلي إنو غير فيب فأنا هاي دي شغلة من شي 7-8 سنين سعبت ناس مع ميكت عم بحكي وقالولي أنو أنت كثير جدة وكثير هيك صرت شوف وكذا وعن جد زبطي صرت انتبه على الموضوع حلق خلص إنو تس ناتشرل أنا هيك عفكرة عن جد أنا كنت حدا ما كثير بيضحك وبيحكي مع الناس بالجامعة وقتها اشتغلت بلشت بهدا الدمان تتعود خلص بكت على التيفي كمتل عائلتي كلهم بتحك لهم هيك وضل تماشي بضل عم بتحك وهي حلو تضحك يعني لا ايه أكيد بحس إنو ما بعرف بتطري كل الأمور اللي تضحك صح كلمة لفريق الحكمة لا عم حلص ما عطينا نروح تضحك كلمة لجمهور الحكمة وكلمة لكل الناس اللي مأثرة فيك رودريغو بتحبك أكيد كلمة لجمهور الحكمة بقال لهم إنو بقال لهم إنو الأساسي إنو هيدا الفريق واقف على إجراءه بالرغم من كل الظروف اللي مرأ فيها ينهني عصب الفريق بطلب منهم يضلون هيك لأنه هيدا شي كتير حلو للبنان الباسكت حكمة باسكت بلبنان شي كتير حلو يعطيهم ألف عافية بشكرهم على كل الدعم يلي بيدعموه لكل اللعيبة يضلون هيك وأهم ما إذا بدك ريكوست لقالون يكونوا بايشنت بالنسبة لقالي متل ما حكينا بالحلقة مستابلتي كتير مهمة وهن متعطشين إنو يربحوا بطولة لبنان يعني هيدا إذا بتسألي حيالي حكمي ويشو بده هلأ بده فريقه يرجع يربح بطولة لبنان بعرف إنو صبروا كتير وصار عشرين سنة إذا بدك بده شواء بده إدارة واحدة تشتغل مزبوط بعد يكونوا بايشنت وإنو الفريق الحكمي يرجع يربح بطولة لبنان وهيدي رسالتي لقالون رسالة تانية للأشخاص يلي إنو بحبوني بيتأثروا فيي أكيد بشكرهم على على محبتهم وبتمنى إنو كون دايما إنو عم بعت إكزامبل مزبوط لقالون إن كانوا صغار ولا كبار وهيدي هي يعني أحلى شيء تعرف أنك عم تأسري على أشخاص تانية بشي بشي بوزيتف أكيد الله يوفقك بالكاريير بالدرجة الأولى أكيد ورالف رادريك أنت كمان الله يوفقك بأي قرار تتاخده إن شاء الله بنرجع بنلتق قريباً ربكة بتكون ضيفة رح تحشر عن أخبار خاصة فيكم كمان بس مع ربكة شكراً لألكم شكراً لألكم مرسي شكراً لألكم